ولكن الحكام النيجر استقبلوا وفدا أمريكيا أكدت دبلوماسية أمريكية بارزة أن قادة الانقلاف في النيجر رفضوا الاثنين السماح لها رفضوا السماح لها بلقاء الرئيس المنتخب محمد بازوم وأضافت فيكتوريا نولند هي وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية التي يعني بعثت للالتقاء ببازوم لالتقاء بحكام النيجر الجدد وغيرها قالت أن الضباط المتمردين لم يستجبوا للضغط الأمريكي من أجل إعادة البلاد إلى الحكم المدني وصرحت أنهم كانوا حازمين تماما بشأن الكيفية التي يريدون المضي قدما بها ولا يدعم دستور النيجر ذلك ووصفت المحادثات بأنها كانت صريحة للغاية مكاش دبلوماسية كل شيء على الطاولة وصعبة للغاية في بعض الأحيان هذا حسب فيكتوريا نولند وقالت بأن الاجتماع استمر ساعتين في نيامي مع بعض قادة الانقلاب في بلد كان شريكا طبعا هاما للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وقالت نولند أوضحت تماما أنواع الدعم التي سيتعين علينا قطعها قانونيا في حالة لم يتم استعادة الديمقراطية نولند أوضحت قالت لهم إذا لم يعني تعودوا إلى سكة الديمقراطية هذه هي النقاط التي سوف نقوم بإجرائها والإجراءات التي سنقوم باتخاذها ضدكم ترجمة نانسي قنقر